فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية أصبح هناك مثل ما أشرت المشيخ مصدر خامس ليس له على أصول في تفسير القرآن هو ما يكتشفه الكفار زعم أحدهم أن الأرض كذا والأفلاك كذا قالوا هذا تفسير للقرآن وإن لم تقبل الأمة فهو تخلف منها وجهل هذا كما ذكرنا أنه لا يفسر القرآن بالنظريات الحديثة لأن النظريات تتجدد ويكذب بعضها نعم بعضا هذا واقع وكثير يعني نظريات الناس وأفكار الناس ما تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل لكن كما ذكرنا أن يقال ربما أن الآية دلت على كذا أو أن هذا من مدلول الآية لا من باب الجزم فهذا قد يكون له وجه مع أن تركه أحسن ترجمة نانسي قنقر